السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات ليوم الجمعة الموافقة الثامن عشر من سبتمبر من العام الفين وعشرين وقبل أن نبتدأ أخواني العزاء فقرة التحليل الفني أتمنى منكم عمل اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل جديد ومن أجل أن تعم الفائدة على الجميع إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بزوج اليورو دولار على فريم الأربع ساعات ومثل ما تلاحظون أخواني العزاء يوم الأمس فشل السعر في كسر مستوى الواحد فاصلة 17500 والذي تحدثنا عنه كدعم ثانوي ولاحظنا أن الشمعة بمجرد أن هبطت بدأت بالانسحاب والإغلاق أعلى هذا المستوى وبدأت الموجة التصحيحية الصاعدة وسرعان معادة الأسعار إلى المنطقة الهامة إلى مستوى الواحد فاصلة 18560 مجددا إذن لاحظنا أخواني العزاء تمسك الأسعار بهذا المستوى الهام لعدة مرات فبمجرد الصعود علىه أو الهبوط دونه يعاود السعر العودة إلى هذا المستوى مما يدل على قوته فنيا إذن أخواني العزاء نلاحظ زوج اليورو دولار تمكن من إنشاء قمة عالية المستوى وثم كون قمة أدنى منها ويحاول حاليا تكوين قمة أدنى منها في حال تمكن السعر بالارتداد أسفل الواحد فاصلة 18560 فسوف ينجح السعر بالارتداد والهبوط وتكوين قمة أدنى من القمة السابقة وهذه إشارة لاستئناف الهبوط وانتهاء الموجة التصحيحية الصاعدة ومن الممكن أن نشاهد عودة الأسعار لعادة اختبار مستوى الدعم الثانوي الماثل عند سعر 1.17500 أما في حال أن الأسعار تمكنت من اختراق مستوى الواحد فاصلة 18560 من الممكن أن نشاهد عودة مرتقبة الأسعار تصل إلى 1.19000 وقد تصل إلى 1.19200 إذن أخواني العزاء هذا هو السيناريو المتوقع لزوج اليورو دولار مفتاح التداول هو المستوى الواحد فاصلة 18560 مجددا ونلاحظ أيضا أن مؤشرة ذبذب الستوكستيك بدأ بالوصول بالقرب من منطقة الثمانين ويحاول أعمل تقاطعات سلبية إلى الأسفل قد تعزز الارتداد والهبوط وتكوين القمة الثالثة الأدنى من القمة السابقة إذن أخواني العزاء هذا هي السيناريو المتوقع لزوج اليورو دولار وننتقل إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ولاحظنا يوم الأمس تحقيق مستويات قياسية جديدة لهذا الزوج وتحدثنا يوم الأمس في التحليل أن الأسعار بدأت بالارتداد من منطقة دعم من منطقة دعم الذي تعبر عن خط الاتجاه الصاعد الماثل أمامكم باللون الأزرق تحدثنا أن الأسعار كانت تحاول يوم الأمس كسر هذا الخط ولكن فشل الكسر وبدأت بالانسحاب والإغلاق أعلى الخط ولاحظنا الشمعة الذي حدثت يوم الأمس وكانت صاعدة إلى مستويات 7.54 وتمكن السعر باستئناف الصعود إلى مستويات 7.56 وشاهدنا الاندفاع القوي للدولار الأمريكي والهجوم بشراسة على الليرة التركية إذن أخواني العزاء بدأ السعر بالتحرك بشكل عرضي بعد أن صعد إلى هذه المستويات ولاحظنا التذبذب الحاصل ونوع من التصحيح والعرضية إلى الآن السيناريو الصاعد هو السيناريو المتوقع لزوج الدولار ليرة تركية من الممكن أن نشهد بعض التصحيحات الذي قد تصل إلى مستويات 7.50 كحد أعلى ومن ثم يستأنف الصعود لتحقيق مستويات 7.55 و7.60 كهدف رئيسي لزوج الدولار مقابل الليرة التركية إذن شرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المذكورة هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 7.50 إذن أخواني العزاء انتقلت الأسعار إلى مستوى جديد وهو مستوى 7.50 أصبح هو الدعم الجديد لزوج الدولار ليرة تركية ثبات الأسعار أعلى هذا المستوى هو شرط استئناف الصعود وتحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستوى 7.60 إذن في حال حصول هبوط أو تصحيحات فيعتبر هذا الهبوط هو تصحيح طوالما أن الأسعار ثابتة أعلى مستوى 7.50 ونلاحظ أيضا مؤشر التذبذب بالستوكستيك بدأ بمحاولة التقاطع والتلملم والتجميع بالقرب من مستوى 80 الذي يعبر عن منطقة دعم إذن أخواني العزاء هذه هي النظرة الفنية لزوج الدولار المقابل الليرة التركية ولازلنا على نفس السيناريو السابق نتوقع له الصعود لعدة أسباب فنية وهي أن الأسعار تسير أعلى خط الاتجاه الصاعد وعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا زال تسير في ظل قناة رئيسية صاعدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى زوج آخر وهو زوج الباوند دولار ولاحظنا يوم الأمس صدور أنباء الفائدة على زوج الباوند دولار ولاحظنا أن الأسعار تذبذبت تذبذب عالي حيث أن وقت صدور أخبار الفائدة هبطت الأسعار وثم عاودت الصعود إلى نفس المستوى وحصل تذبذب عالي على أزواج الباوند وحاليا يحاول السعر اختراق المتحرك لمدة 55 يوم ولكن أخواني العزاء نلاحظ أن الأسعار لازالت محصورة ما بين مستوى الواحد فاصل ثلاثين ألف وثلاثمائة والواحد فاصل ثمانية وعشرين ألف وستمائة إذن نتوقع العرضية لهذا الزوج ونلاحظ أنه يتحرك بشكل عرضي نتوقع له التذبذب في هذه القناة ما بين الدعم والمقاومة المذكوران في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستوى الواحد فاصل ثلاثين ألف وثلاثمائة معناها أن زوج الباوند دولار سوف يبدأ بتحقيق المكاسب ويبدأ بالخروج من القناة الهابطة الذي قد تكونت حديثا أما في حال أن الأسعار عاودت الهبوط وتمكنت من كسر مستوى الواحد فاصل ثمانية وعشرين ألف وستمائة فسوف يعود الدولار الأمريكي بمحو المكاسب الذي حققها الباوند البريطاني وسوف نشاهد عودة مرتقبة للأسعار إلى مستويات الواحد فاصل سبعة وعشرين ألف إذن نتوقع اليوم بعض من التحرك العرضي ما بين المستوى الدعم والمقاومة المذكوران ولن نستطيع تحديد وجهة قادمة لهذا الزوج إلا باختراق أو كسر أحد هذين المستويين إذن أخواني العزاء ننتقل إلى زوج الباوند ين المجنون لاحظنا يوم الأمس أنه وقت صدور الأخبار للفائدة أنه تمكن من كسر مستوى الـ 135.500 الذي تحدثنا أنه دعم ثانوي ونلاحظ بنفس الوقت التذبذب العالي هبوط وكسر وبنفس التوقيت لاحظنا أيضا صعود إلى نفس المستوى وهذا هو التذبذب العالي الذي نحذر منه وقت صدور الأخبار القوية حيث أنه لا يمكنك اتخاذ قرار سليم بالبيع والشراء بسبب التذبذب العالي وارتفاع فروق الأسعار والتحرك غير المنتظم للأسعار إذن أخواني العزاء عاود المجنون إلى نفس المستويات السابقة ونفس السيناريو السابق وعاود إلى أعلى مستوى الدعم الثانوي إذن في حال تمكن الزوج من كسر مستويات 135.500 نتوقع له استئناف الهبوط مرة أخرى إلى مستويات 134.500 و134 أما في حال أنه تمكن من الثبات أعلى 135.500 من الممكن أن نشاهد بعض التصحيحات الذي قد تصل إلى مستويات 137 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولاحظنا الحركة المجنونة لهذا الزوج وبعد الهبوط الذي شهده يوم الأمس بالقرب من مستوى دعم القناة الرئيسية الصاعدة ومحاولة كسرها بعد أن حاول كسر المتحرك لمدة 55 يوم ولكن سرعان ما بدأت الشمعة بالصعود مرة أخرى أعلى المتوسط وتمكنت من اختراق منطقة المقاومة الماثلة عند مستوى 0.72.955 وتعود الأسعار مجددا إلى القناة الرئيسية الصاعدة إذن أخواني العزاء ثبات الأسعار أعلى مستوى 0.72.955 والماثل أمامكم بالخط الأخضر يرجح عودة الأسعار إلى مستويات 73.500 ويمد السعر بالدافع الإيجابي الذي قد يصل إلى مستويات 0.74.000 على المدى الطويل أما في حال أن الأسعار تمكنت وعادت لعادة اختبار مستوى الدعم مجددا عند مستويات 0.72.955 وتمكنت من كسرها فمن الممكن أن نشاهد بعض التذبذب الذي قد يصل إلى مستويات 0.72.500 إذن نتابع مفتاح التداول لهذا الزوج وهو مستوى الدعم الماثل عند 0.72.955 ونتابع الإغلاقات والتحركات للأسعار حول هذا المستوى الهام وننوه أخواني العزاء أنه إلى هنا انتهينا من فقرة التحليل الفني لأهم أزواج العملات أتمنى منكم عمل اشتراك ونشر المقطع على أوسع النطاق من أجل أن نستمر في هذه التحليلات بشكل منتظم وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله